سنتكلم بإذن الله في هذا الفيديو عن نصائح لما قبل وبعد خلع الأسنان لابد أن تعلم أن خلع الأسنان لأي سبب من الأسباب يرافق بشكل طبيعي بجروح في الأنسجة اللينة أي اللثة وأحيانا يحدث ضررا للأنسجة الصلبة في العظام الألم بعد خلع السن قد يستغرق فترة تصل إلى 36 ساعة مثل هذا النوع من الألم يزول عادة بتأثير الأدوية المسكينة العادية ومع ذلك قد يؤدي خلع السن إلى تقييد في الوظائف مثل صعوبة في فتح الفم وصعوبة في المضغ وما شابه ذلك إن عملية الانتعاش بعد خلع السن تختلف من شخص لآخر بسبب عوامل مختلفة مثل الوضع الصحي العام العمليات الالتهابية وغير ذلك الحرص على تنفيذ التعليمات بعد ساعات أو أيام من خلع السن تساعد على أن تكون عملية الخلع ناجحة وغير مؤلمة وتعالوا بنا نتعرف على تعليمات ما بعد خلع الأسنان وضع قطنة موضع خلع السن لمدة ساعة مع الضغط عليها بلطف الإبتعاد عن المضمضة سواء باستخدام الغسول أو المياه والملح أيضا لمدة 24 ساعة ويفضل استخدامها بعد مرور أول يوم الإبتعاد عن المشروبات الساخنة أو المأكلات الجامدة أو الحرة الإبتعاد عن التدخين لمدة 24 ساعة إذا كنت من المدخنين ويفضل أن تبتعد عن التدخين نهائيا المواظبة على شرب مشروبات باردة والمأكلات اللينة لمدة 24 ساعة زي الأيس كريم عدم وضع اللسان أو الإصبع على مكان الخلع لتجنب النزيف تناول مضادة حيوي يصفوه الطبيب المعالج لمنع العدوى والدواء المسكن لتسكين الألم عند الحاجة إليه أما عند عدم توقف النزيف يتواصل المريض مع الطبيب لوصف علاج لوقف النزيف ويتوجه المريض في أقرب وقت ممكن للطبيب ليقوم بتعويد السن المخلوع وذلك في خلال أسبوع بعد الخلع إذا كنت من المتابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد في قناتنا ولا تنسى وضع زر الإعجاب وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر